السلام عليكم كدير يلا بس عليكم اتمنى ان يلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال يوم جيت نشارك معكم كيك سهل بجوج بيضات اقتصادي ضغية كيوجد بالمكسارات والكراميل كي يجي رائع اغزال بزف بزف إلا جربتوا غيو اللي معتمد عندكم وعند طالب واحد المتتبع وافية وكان نشكرها بزف بزف من هذا المنظر قاتلي اشاركي معنا خبيزات ديال الطار كيباش كيصدقوا ليك وما كيجيوكش قاسحين اطلال است مع المناحل المهم هدا والفيديو دابا غادي يندوزو انو جيدو الكيك ديالنا كيما كتشوفو معي ناخد واحد الاناء اللي غا نضير فيه جوج ديال البيضات القبيصة ديال الملح ووص كاس ديال صقر حبيبيت وحصة شيه ديال الفاني مويمة لبنات حتى الاخر شفترا سيم ما كان صورش كيما كتشوفو معيها الفاني يعني ضفته ونص كاس ديال صقر حبيبيت وقبيصة ديال الملح كما اعطيت لكم سوف نخلط هذه المكونات حتى يتغير لونهم وكيولي على هذا الشكل سوف نضيف 4 كاس زيت اولا تولد كاس زيت كما تعرفوا ديما انا مكن كترج الزيت سوف نضيف كاس ديال الحليب ممكن تعوضه بالياغورت اولا ضع نون سوف نخلط المكونات مزيان مع بعض سوف نضيف الدقيق انا اخدم معايا هذا الكيك هذا تقريبا نجوش كيسان اونس ديال الدقيق دروري من غرب لو كان غرب لو غيب هاد الغريبي الى استغاورة ما فيه ليش بدل اخر ادي لقيت احدايا وغادي نضيف ديال الخاملات الحلوة من فئة 7 قرام يعني 14 قرام وغادي نخلط المكونات حتى كان حصل على هاد القاوم هادا من بعد اخديت المول اللي دهنته بالزبدة ارشيته بالطقيق غادي نصب في الخالط كما كتشوفو غادي نحاول نزيد ديال شوية الفوق يعني مش يجين الخالط هو هاداك او ليجي خفيف سوف يم بعد ما اخديت هاداك المول خليتو على جانب عندي هنية مكسارات ممكن تستعملوا انتوما اي مكسارات متوفرة عندكم عندي شوية ديال اللوز اللوز العادي غير قطعتو شوية هاكا عندي شوية ديالقرقاء عندي شوية ديالزبيب وعندي شوية دياللوز ايفيلي وعندي شوية ديالحبيبات ديالشوكولات المهم هادشي اللي متوفر عندي ضفطو ممكن تضفو اي حاجة كنضافلي شوية ديالدقيق وكنخلط مزيين هادا العملية هادي مكتخليش هادا المكوينة يهبطول التحت قاعد دياللكيك يعني اما كيهبطول الوسط كيبقوا غير الوسط يما كيبقوا الفوق مهيما على حسب إلا كانت خالط شوية خفيفرة كيهبطول الوسط إلا كانت قلرة كيبقوا غير الفوق كما كتشوفوا معايا وعندي دانيت كاراميل المهم غادي نحاول هاديك اللي يعني ذاك الخالط كل وانديروا من فوق ديال الكيك بعدما قدرت الخالط ديالي كله فوق الكيك كما كتشوفوا معايا على هاتشكل هادا عندي دانيت كاراميل اللي بنات اللي عندها انا ممتوفرش عندي إلا عندكم شي تفاحة ممكن انكم تحيدوا لها القشرة ديالها وتحكوها وتخلطوها مع هالطانيت كاراميل يعني تخلطوها معاهم في واحد الإناء عاد من بعد تديروها هاك كامل الفوق يعني من يعني تتوزعوها بحال هاتشكل ديال لكن ما درت الضانيت صراحك تعطي واحد الماضقها الرائع زوين زوين بزافش نهار غا نشاركها معاكم انا دبرا ما متوفرش عندي دفاح داك شي لاش ما ما درتوش ولكن درت غير طريفات ديال يعني شوية ديال الكاراميل كيما كتشوفوا وكنخلي واحد شوية لزين يعني نزين بها الكيك ملفق سفي البنات من بعد دابا انا رات الفران بقا ما شعلتوش يعني دابا عاد غادي نشعلو يعني حتى نكون غادية بالكيك باش ندخلها الفران كندخلها بارد الفران عاد كنشعل ليه سفيو كنخليها كالطيب على عافية مهيلة حتى كالطيب قم بعد غادي نطلقى معاكم الشكل نهائي ديالها صراحة لكي كي يجي خفيف بزاف وكي يجي رائع كي يجي زوين بزاف بزاف وكي يجي في دوك المكسارات كي يجي في واحد المضاق لي رائع جربو وردو علي أجبكم ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك واحد تعليق زوين وتبردجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والحبابات ديالكم المهمة غدي ندخلها الفران بعد ما طابت هدا هو الشكل نهائي ديالها شوفو يا لبنات كي ما قلت لكم داك الزبيب وداك المكونات كلهم كي هبطو لي غير الوسط يعني غير الوسط ما كي هبطوش لتحت كله وكي يكونوا وسط الكيك اما كي يبقى لكم الفرق اما كي يكونوا الوسط يعني ما كي هبطوش لتحت إلا مدرتوش دقيقة غير هبطو لكم كلهم لتحت لتحت ديال الكيك وهدا هو الشكل يعني زينتها بشوية الخطوط ديال الكراميل وقدمتها بصحة الراحة صراحة يا لبنات مقطعتش لكم حيت اشغالي بها عند واحد السيدة والمهم هات شالش مقطعتش لكم ندوزو دابا نوجدو الخويزات دقيقة القمح الكامل بالنخالة دياله وانا كنحاول نحيد لديك النخالة الغليضة اللي كنت تحيد لي غير شوية وكنخليه بالنخالة دياله وعندي هنا يزلافة ديال الفورس ضروري أن يكتره شوية الدقيقة ديال القمح بطبيعة الحال الصحي على الفورس هنا عندي زرارع اللي غادي ندير أنا كندير فيه زرارع صراحة كيجي رائع كيجي زوين بزاف بزاف بخصوص في هذا البرد كيجي رائع جربت الخبزة تغرضو عليها في تعالق عندي شوية دلملح عندي هنا زرارع الكتان عندي هنا الكامون واحد المعلقة دي الكامون عندي حبة حلاوة و النافع المهمة هدو حبة حلاوة و النافع كيتخالطوا لي ممكن عارش كون فيهم عندي هنا السنوج شوية يعني بقى عندي غيرت شوية السنوج درتو ممكن تضيفو شوية كتر أنا كيجبني السنوج في الخبز ممكن اي حبيبات انتو ما عندكم اولا اي اي حاجة بغيتو تضيفوها ممكن تضيفوها صافية البنات هدو هم المكونات نسيت زنجلان صراحة عندي ولكن نسيتو مهمتهو كتضيفوه فوست ديال ديال هدو الخبزة هدو كيجي رائع و كيجي زوين و صح في نص الوقت كما كتشوفوا معايا كنضيف هدو المكونات هدو عندي هنا خميرة الفورية كيبقى على حسب الجو ممكن لك البرت كتكترو شوية و لكن صافية يعني كتقللو شوية لكم عارفين صافية نضيفها و صافية البنات من بعد قد نخلط هدو المكونات بالمدافي قد نعجل العجينة ديالي كما كتشوفو اهم حاجة يا البنات انا كنهضر مع السيدة اللي يعني قدت لي حطينا فيديو هكا اهم حاجة بقيت خوي الماء دقة واحدة كما كيقولو مهم انا ما عارف شغل نشرح لك بطريقتي الماء حاولي مشي تخوي شوية وتبقيت تعجني العجينة وتكون قاسحة لا حاولي انك يعني تكون رطبة من البديع تكون فيها الماء كتير من البديع هدا سر من الاصرار بش ان العجينة ما تجيكش قاسحة المهم هدا كيما قدت ليكم سر من الاصرار سفي ضروري كندلكها شوية كيما كتشوفو معايا انا صراحة العجينة ديالي ضروري تتكون خفيفة يعني تتكون بحلة جارية شوية يعني ماشي قاسحة ما كنخليهاش قاسحة كندهنها بشوية دياز الزيت كيما شفته وغادي نغطيها وغادي نخليها حتى كترتاح مزيلا ممكن تغطيوها او لا ممكن تديروها في بلاستيك غدائي اللي بطبيعة الحال نقي يعني جديد وتديروها فيه هاد الطريقة هادي كتسعد انه يخمار ويعني هاد العجينة تخمار وتجيكم زوينة يعني لما دلكتوهاش مزيلا كتتدلك بهالطريقة هادي او لا ممكن تخليوها غير في الإناء فاش عجنتو وتغطيوها غير بوحد البلاستيك وصافي وتخلي واحدة كتضعف الحجم ديالها او لا ديال او لا كتخمار صافي البنت غنخلي هادا بعلاجانا بحتا كتتخمار وما بعد نطلقها ما خمار كليه العجينة كما كتشوفو على هاد الشكل هادا كتجي مهم دا بغادي نحاول نحيي دها من هادا كالإناء كنحاول انا ندعها ضروري غا نقطع البلاستيك البنت ما عنديش مع الحلان ديال العقدات لما يمكن ما كتشوفو معايا غادي نحاول نخرج منها شوية ذاك الهواء اللي كيكون فيها على هاد الشكل هادا وصافي غادي نخليها وندوز دابا باش نقرسو العجيناتينا وللخبزات ديالنا كنحاول انني نديرهم صغورين كما كتشوفو معايا يعني ما كانت نديرش دقيق كما شفتو وليلا تلصقو لكم شوية في الدكو ممكن انكم تديرو غير شوية حاولو البنات ما تكتروش دقيق وفاش تكونوا كتقرسو ما تقرسوهم شمزينين ما تبسطوهم شمزينين وعاد ديرو غير شوية دلفينو انا غا نجارب معاكم شوية بالدقيق كما شفتو اني كترشو غير شوية ديالدقيق حاولو ما تكتروش الدقيق تدقيق ما كيجيبهمش انهم زوينين صافي وكتقرسوهم واهم حاجة كما قلت لكم ما تبسطوهم شبزاف وكان بقى هاكا على تشكل وكان ديرهم في اللاطة حتى كي يعني كنعاود نزينهم بزنجلان اولا بالبولة تشعير واللي بغيتو وكان خلوهم حتى كيخمارو من بعد ما غايخمارو مزيان كما كتشوفو كيضعف الحجم ديرهم على هاتي شكل هادا دل منت غادي نكون شعلى الفران اللي غادي يكون سخون بزاف بزاف وغادي نكون ديره فيه المك زيمو ومشعله من تحت ومن الفوق كما كتشوفو معايا غادي نحاول ندخل هاد اللاطة التحت وغادي نخليها حتى يعني كيتنفخ لي هاد الخبيزات كيتنفخو عاد من بعد غادي يعني غادي نحيدهم كما كتشوفو وغادي نديرهم الفوق وغادي ندير الاخرينات التحت يعني هادية الطريقة باش كان طيبة البنات وانتو ما شوفو كيفاش كيجيو كيجيو زوينين بزاف بزاف صراحة كيجيو رائعين وما كيجيو لقاسحين لوالو حتى السيدة قتلي انا كان طيب في الفران دلطو وكيجيوني قاسحين تبعي اختي غير النصائح وتبعي غير هالطريقة هادي رغي يجيوك ان شاء الله زوينين بزاف ولكن اهم حاجة يا البنات ان العجينة ما تكونش قاسحة وانتو ما كما كتشوفو كنحل معكم الخبيزات صراحة كيجيو رائعين البنات ومع الزرارة اللي فيهم كيجيو غزالين كيجيو انا صراحة دي الطريقة المعتمدة عن دير دير الخبز ديالي وحيط اشطلبتها مني المتتبع ديالي وقلت علش الله ما نشاركاش معكم انا ضيجة شاركت معكم خبيزات ولكن قلت نشارك معكم هادو دير الضار اللي كانت تعمل ديما مهم كما كتشوفو معايا كنت مني يعجبكم هاد الفيديو هادا وما تنسوش كما ديما الدعم ونبلع لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زال الجرس باش يوصلكم كل جديد وبي باي مع السلامة نطلقوا في فيديو قادم ان شاء الله